مرحباً وأهلاً وسهلاً أنا الدكتور عبد الرحمن العناني استشاري الأمراض الصدرية كثير من الناس يتساءلون كيف نعالج تحسس القصبات الهوائية أولاً نبحث عن سبب التحسس إذا كان شيء ممكن تفاديه فيشتحسن زي ما حكينا مثلاً الواحد عنده مربي بسس في البيت هو عنده حساسية من البسس فلازم يخلص منه الشيء الثاني أنه إحنا بنعطي العلاج الموجه للقصبات الهوائية التحسس يؤدي إلى تضيق شديد في القصبات الهوائية مع التهابات تحسسية عادة فبنعطي البخاخات اللي بتحتوي على مواد زي الكورتيزون لمعالجة الالتهاب التحسسي ومواد بتوسع القصبات الهوائية عشان المريض يرتع في حبوب نسميها المونتي لوكاست هذه كمان آخر علاج أدخل حقيقة إلى علاج الأزمة أو تحسس القصبي وهذه أحبوب آمنة جدا ومفيدة خصوصا جدا عند الأطفال لازم دائما نحاول نخلص المريض من المرض الأزمة أو التحسس القصبي إلى الأبد والعلاج المتوفر لهذا هو العلاج المناعي وهو عشاك النقاط تنعطى في الفم على مدى ثلاث سنوات فترة العلاج في إثناء السنة تحتمد على نوع التحسس وإن كان موسمي مثل زي زيتون أو طول السنة مثل عثبار المنزل هناك علاجات أخرى متقدمة في الحالات الصعبة وهذه طبعا تلزم أن الطبيب الاستشاري هو اللي يقررها لابد أولا من أن المريض يتجنب أي مهيجات للتحسس القصبي مثل التدخين والغبارة والعمل في أماكن فيها مغبرة وأماكن الدخان وإلى آخره توفير الجو النظيف عامل أساسي في نجاح علاج التحسس القصبات وذي وذي شيء من كل شيء